اشتركوا في القناة خلوم مسار وعن انتقال القمر لبرج الاسد طبعا القمر الان موجود في منزلة الجبهة وهي منزل الى الصلح واتفاق الشركاء والضغط على العدو ورح يظل القمر موجود في هاي المنزل لغاية الساعة سبعة وتسعة وخمسين دقيقة من مساء اليوم الاحد لا ينتقل القمر بعدها لمنزلة الزبرة وهي منزل الى الربح والحرية والصلاح والاصلاح طبعا القمر الان موجود في برج السرطان لغاية ساعات الصباح فعشان يكمنشعر في هاي الفترة بقوة العاطفة ومن حاول خلق جو من الامان انه ولا احبانا من ميل لعمل اشياء بتريحنا من ناحية اخرى بتراودنا بعض الذكريات ومنها من يضرف الدموع وهو يقلب صور تذكارية في البومه يجب ان ننتبه اكثر لطعامنا وشربنا لانه بالفترة هاي بنشعر بحافز كبير لالتهام الكثير من الطعام علينا تجنب انتقاد الغير نظرا لانه حساسيتهم بتكون في اوجها بوسعنا الاهتمام بمسائل الها علاقة بالعقارات او زراعة نبت ماء او شجيرة او الانتباه اكثر لاطفالنا وقضى وقت ممتع في البيت بالنسبة للزاوية اللي رح تتشكل طبعا من موعد بثة يعني من بعد بثة الحلقة اللي هو من مساء اليوم السبت لغاية صباح يوم الاحد اللي هي زاوية ذكرناها يوم امس اللي هي بين التقابل ما بين القمر وبلوتو رح تكون الساعة عشر واثنين وعشرين دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش زاوية سلبية بتدفع بعض الاشخاص للتسلط ومحاولة فرض سيطرتهم على الاخرين ممن حولهم من الاصدقاء وافراد العائلة الحدث اللي رح يصير اللي هو خلو المسار اللي رح يبدأ بعد هاي زاوية مباشرة خلو المسار سلبي ساعة عشر واثنين وعشرين دقيقة من مساء اليوم السبت اللي هو موعد بثة الحلقة رح يبدأ ورح يستمر حتى الساعة ثنتين واربعين دقيقة من صباح اليوم الاحد لا ينتقل القمر لبرج الاسد هذا بيعني انه الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد او مهم مثل توقيع عقد او خطوبة او زواج او شراء شيء ثمين بل اكمال العمل اللي بدانا فيه قبل خلو المسار بالنسبة للقمر الساعة انتين واربعين دقيقة صباحا بيصير موجود في برج الاسد عشان هيك بيكون الناس من حولنا في هاي الفترة اكثر كرما مما اعتدنا من الناحيتين المادية والعاطفية وبيكون التركيز حول الاستمتاع والترفيه وتبادل العاطفة مع الحبيب بوسعنا تقرب من المسؤولين ومحاولة الحصول على بعض المطالب العادلة بوسعنا اقتراض المال والاستثمار واقتناء حلية ثمينة والتحلي بالشجاعة وارتداء ملابس انيقة بتلفت انتباه الاخرين لالنا بالنسبة للزوايا طبعا اليوم عنا مجموعة كبيرة من الزوايا فابدها شوي التركيز بالنسبة للزوايا البطيئة اول شيء عنا زاوية تثليث ايجابية بين الزهرة وبين المجموعة المريخ هاي رح تبدأ تأثيرات ابتداء من اليوم ثمانية واحد ورح تستمر حتى تمام حتى 11 واحد ذروتها يوم تسعة واحد الساعة ثلاثة وواحد وعشرين دقيقة عصرا بتوقيت جرينيتش بيسود جوعا من الود فبتسهل علينا التفاهم مع الآخرين وبرضو بتعزز العلاقات العاطفية الناجحة اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية اقتران ايجابية بين الشمس وبين عطارد وهي تأثيراتها لغاية يوم تسعة واحد طبعا حكينا انه الشمس عطارد بتعزز قدرتنا الفكرية وبتسهل علينا فهم موضوع علمي صعب تعذر علينا فهمه في الفترة الماضية وبيزداد التوجه لاجراء اتصالات وتنقلات وسفرية ضرورية اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليت ايجابية بين الشمس وبين اورانوس وهاي راح تكون تأثيراتها لغاية يوم تسعة واحد بتعزز قدراتنا الادارية وتطفي جاذبية على شخصيتنا كمان بتعزز قوة الحدث لدينا اما بالنسبة للزاوية اللي ذروتها اليوم اول زاوية هي زاوية تثليت ايجابية بين القمر وبين المشتري هاي راح تكون تأثيراتها طيلة النهار ذروتها طبعا الساعة ستة وتسعة وخمسين دقيقة صباحا بتوقيت جرينيج بنهتم بشكل كبير من مشاكل ومتاعب الآخرين من حولنا كأنها مشاكلنا احنا ومنحاول انه نساعدهم قدر الامكان يعني زي عمل انساني وبتلوح الفرصة للتحصيل على مكسب مالي وبتساعدنا في تعزيز الروابط العائلية اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تقابل سلبية بين القمر وبين الزهرة وهي تأثيراتها من ساعات تقريبا يعني قبل الظهر بشوي وبتستمر لغاية ساعات المساء المتأخرة هي زاوية ما بين القمر وبين الزهرة تقابل سلبية دروتها ساعة أربعة واحد وخمسين دقيقة مساء اكثر المتضررين هم اللي بيكون عندهم مشاكل عاطفية لانه في هاي الفترة بيتجهل التنفيذ من خلال صرف النقود باسراف دون حساب اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تسديس ايجابية بين القمر وبين المريخ وهي راح تكون دروتها ساعة سبعة وثمانتعشر دقيقة مساء متوقيت جرينج يعني هاي تأثيراتها من ساعات العصر ورح تستمر لساعات صباح يوم الاثنين بتلوح الفرصة للتحصيل على مكسب مالي وبنندفع للاهتمام بصحتنا اكثر اما بالنسبة للزاوية الاخيرة وهي زاوية تتليث ايجابية بين عطارد وبين اورانوس وهي راح تبدأ تأثيراتها بدأت تأثيراتها من يوم سبعة واحد ورح تظل لغاية يوم عشرة واحد ولكن اليوم ذروتها ساعة 11 و22 دقيقة مساء بتوقيت جرينج مننشط فمنباشر باكثر من مسعى في اكثر من اتجاه في نفس الوقت وكمان بتعزز قدرتنا العقلية فبتساهل علينا حل وفاهم مساء العلمية تعذر حلها مسبقا ومنشعر بثقة وقوة الحدث الموجودة لدينا بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الاكثر حساسية طبعا من الان موعد بث الحلقة ولغاية ساعات الصباح عنا المعدة والكبد والصدر والغشاء المخاطي المبيض والرحم والمهبل الثدي غشاء الجنب والصفاق هذولا الاكثر حساسية ما زل القمر في مراحل الاكتمال افضل من الايام الماضية يعني خف الضغط شوي بالنسبة لللي بدهم يعملوا عمليات جراحية ولكن دون الأعضاء اللي ذكرناها من ساعات الصباح بيصير عندنا الاكثر حساسية هاي الأعضاء بنقدر نعمل لها اي عمليات جراحية والأعضاء اللي بتصير ممنوعنا مليلها عمليات جراحية الا اذا كانت طارئة القلب وشريان الاورطي الدورة الدموية ضغط الدم وعدل ضربات القلب والعمود الفقري والظهر والجانبان يعني بالنسبة لهذا اليوم من ساعات الصباح خلص يوصى باجراء العمليات الجراحية ما في أي مشاكل دون الأعضاء اللي ذكرناها هذا اليوم مناسب لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة يصلح لازالة الشعر الزائد بالليزر وغيرها ويصلح لقص الشعر التجميل والصبغ ولكنه لا يصلح للقص العلاجي بما أن القمر رح ينتقل لبرج الأسد معناة خلو المسار القادم رح يبدأ يوم الثلاثاء عشر واحد بيبدأ في تمام الساعة واحدة واثنين وخمسين دقيقة فجرا من فجر يوم الثلاثاء وبيستمر حتى تمام الساعة ثلاثة وأربعة عشر دقيقة من عصر يوم الثلاثاء يعني خلو مسار طويل بعدها طبعا بده ينتقل القمر لبرج العذراء بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحسار المكتمل ست عشر يوم في تمام الساعة أربعة وست دقائق عصرا بصير سبعة عشر يوم نسبة الإضاءة بتصير تسعين في المية أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الجدي حتى يوم عشرين واحد سعيد بنسبة مية في المية القمر في السرطان ورح ينتقل في ساعات الصباح للأسد ورح يضل بالأسد لغاية يوم عشر واحد سعيد الآن بنسبة خمس واربعين في المية في ساعات الصباح بصير سعيد بنسبة ثلاثين في المية ساعات العصر تنزل نسبة السعادة لعشر في المية عطارد في الجدي بيتراجع حتى يوم ثمنتاش واحد سعيد بنسبة خمسة في المية الزهرة في الدلو حتى يوم سبعة وعشرين واحد سعيد الآن بنسبة ستين في المية في ساعات العصر بترتفع نسبة السعادة لثلاثين في المية المريخ في الجوزاء بيتراجع حتى يوم اتناش واحد منتحس بنسبة عشر في المية الآن في ساعات المساء بيصير منتحس بنسبة خمسة في المية المشتري في الحمل حتى يوم ستعاش خمسة سعيد بنسبة عشر في المية زحل في الدلو حتى يوم سبعة ثلاثة سعيد بنسبة خمسة عشر في المية أورانوس في الثورة بيتراجع حتى يوم اثنين وعشرين واحد منتحس بنسبة عشر في المية ونبتن في الحوت حتى يوم ثلاثين ست سعيد بنسبة خمسة عشر في المية بلوتوف الجدي حتى يوم ثلاثة وعشرين ثلاثة سعيد بنسبة خمسة عشر في المية وصلنا للتوقعات اليومية بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا التركيز رح يضل على البيت وعلى العائلة لغاية ساعات الصباح فعشان هيك رح يضلوا مشغولين في هاي الأمور إما مناسبات اجتماعية أو لقاءات أو اتصالات أو تصليحات أو ترميمات أو يعني الاهتمام بأحد أفراد العائلة يعني كل شيء رح يكون له بالبيت والعائلة أما من ساعات الصباح فتبحثوا عن قاسم مشترك بيجمعكم بأحباءكم وبتعيشوا لحظات سعيدة وناجحة وانفراجات وتطمينات ورومانسيات الأجواء بتصير بقوة عالية جدا فيها حضود وطاقة وعواطف جياشة برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا التركيز رح يضل من الآن لغاية ساعات الصباح على التنقلات والاتصالات والسفريات القصيرة ولكن بدك تنتبهوا أثناء تنقلاتكم وما تندفعوا ما تتهوروا أثناء القيادة أو أثناء الحركة خوفا من الإصابات واللي عنده امتحانة وعنده مقابلة بده يركز بشكل جيد ما يعتمد على الحضود لأنه فيه خلوم مسار وأيضا حاولوا أن كنت تتكلموا بليون ما في داعي للعصبية في ساعات الصباح القمر رح ينتقل وصير في البيت الرابع فهنا التركيز رح يضل على البيت وعلى العائلة ممكن يطرأ عطل منزلي أو حدث عائلي أو الاهتمام بالعائلة أو خبر سعيد لأحد أفراد العائلة بالنسبة لموليد برج الجوزة طبعا الأجواء رح تضل من الآن ولغاية ساعات الصباح بتركز على الوضع المالي فممكن يعني مكاسب مالية دفعات ترتيب فوتير أشياء من هذا القبيل ولكن تبهوا على أموالكم من السرقة والضياع ما في داعي للمغامرات المالية واللي عندهم مشاكل عاطفية ما يتجه لصرف الفلوس بدون حساب أما من ساعات الصباح فعندكم نشاط عالي جدا بالسفريات القصيرة والاتصالات والحوارات والنقاشات وقدرة على الإقناع عالية وسرعة بديها منتازة ولكن تكونوا أكثر وعيا على الطرقات برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان طبعا أنتوا عندكم طاقة عالية جدا ونشاط وحيوية وقدرة على إنجاز الكثير من مشاغلكم يعني أبرض ملفتين للانتباه بالنسبة للجنس الآخر وطاقتكم ممتازة ولكن عندكم مصاريف مالية احذروا اللي هي الهروب من الواقع لصرف الفلوس بدكوا تنتبهوا من هاي النقطة في ساعات الصباح خلص التركيز بصير على الوضع المالي ابتنهمكوا بضبط ميزانيتكم ابتعدوا عن المشتريات الغير ضرورية وإحرصوا على مالكم من السرقة أو الضياع وما في داعي للمجازفات المالية لا بمشروع ولا بعرض ولا بأي شيء انتبه على أموالك وفي مكاسب مالية اليوم برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد طبعا التعم ما زال مسيطر عليكم لأن القمر موجود في بيت المتاعب له يومين ونص بيظل موجود لغاية ساعات الصباح فعشان هيك بتكون تهتموا بأعمالكم الروتينية ما تتخذوا قرارات ضبط الأعصاب ما في داعي للتسرع أو للتهور ما في داعي للعصبية مهما كانت الظروف أما من ساعات الصباح فهنا بتمتلقوا بنشاط عالي جدا وحيوية ورح تنقلب بعض الخيارات والتوجهات لشيء بيناسب وضعك الحالي وبتمتعوا بالقدرة على قلب المعطيات لصالحكم بتصير طاقتكم أعلى وأقوى وحيويتكم ممتاز جدا برج العذراء بالنسبة لموليد برج العذراء بتنشطوا اجتماعيا وبتلتقوا لأصدقاء ومنكم أشخاص ممكن يشاركوا في مناسبة سعيدة من الآن ولغاية ساعات الصباح ولكن بتتجنبوا الانتقادات والقرارات وبرضو الانتقادات مهما كانت الظروف حاول أنك ما تنتقد أصدقائك أو أصحابك أو توجه لهم اللوم والعتاب لأن القمر بتتجه لبيت المتاعب اللي رح يوصل إلو في ساعات الصباح لأنه من ساعات الصباح رح تدخلوا فترة غير مريحة بتلزمكم الانتباه أكثر لصحتكم لا توقعوا على العقد ولا تحسموا أمر لأنها هي فترة بارغة وسلبية من الطاقة والحض طالما القمر موجود في برج الأسد برج الميزان بالنسبة لما أوليد برج الميزان طبعا بتتركز جهودكم ما زالت على العمل والعلاقات مع المسؤولين ومور إلها علاقة بالسمعة بتدافع عن سمعتكم أو عن شيء معين في مجال الترفيع أو الترقية أو المناصب إذا ما خالفت القوانين وما تغيبت عن عملك وكنت مرن أثناء التعامل مع المسؤولين من الآن ولغاية ساعات الصباح أما من ساعات الصباح فهنا القمر رح ينتقل لبيت العلاقات الاجتماعية فبتنشطوا بين الأصدقاء ومنكم أشخاص ممكن يشاركوا في حفلة أو مناسبة سعيدة أو من لقاء الأصدقاء أو أخبار أو نوع من أنواع الوفاق برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعا بظل في نشاط على مستوى التنقلات والاتصالات البعيدة والتعامل مع الأجانب والامتحانات الجامعية ولكن لا تعتمدوا على الحظوظ كثيرة حاولكم تدرسوا وتستعدوا وتفقدوا أغراضكم أثناء السفر من الآن لغاية ساعات الصباح لأنه في خلوم مسار وكونوا أكثر صبرا أثناء قيادة السيارة في الشوارع المفتوحة أما من ساعات الصباح فالقمر رح ينتقل للبيت العاشر بيت السمعة فحافظوا على سمعتكم ومصالحكم الاجتماعية ما في داعي للتهور أو للمغامرات والمجازفات والعصبية أو مخالفة القوانين عشان ما تشووا السمعة ويعتبر هذا يوم مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل أهم إشي أنه تتجنبوا الخلافات وإسعوا لتلطيف الأجواء برج القوس ابتنهمكم في ضبط شؤونكم المالية المشتركة من الآن ولغاية ساعات الصباح ورغم النفقات إلا أنه في بعض الفرص لمكاسب مصدرها شراكة أو تعويض حاولوا أنكم ما تندفعوا للمغامرات المالية وللمجازفات حتى لو كانت العروض مغرية دقق بتفاصيلها قبل ما تتخذ القرار أما من ساعات الصباح وأنا بتنشطوه بالتنقلات والاتصالات البعيدة والعلاقات مع الأجانب والامتحانات الجامعية ولكن بتكونوا أكثر صبرا على الطرقات خاصة أثناء قيادة السيارة بين المدن الأجواء ممتازة جدا من ساعات الصباح وفي كثير من الأمور حتى تعزيز الأمور العاطفية ممتازة برج الجديد برج الجديد بينصب اهتمامكم حول موضوع الشراكي القمر مازال موجود مقابلكم وطاقتكم ضعيفة ولكن بإمكانكم كتب حتى عن قاسم مشترك يجمعكم بشركاء العمل والعاطفة وتعزيز العلاقة مع شركاءكم أو مصالحات ولكن برضو الجو مش مناسب للمشاحنات والتوتر والأزمات والخلافات والنقاشات الحادة لأنك أنت الحلقة الأضعف أما من ساعات الصباح بالأجواء بصير جيدة لأن القمر بصير في البيت الثامن التركيز رح يصير على الوضع المالي تقدروا أنكم تنظموا أموركم المالية المشتركة وتقدروا تنجزوا برضو واجباتكم بدقة حتى ولو كثرت حاولوا تنفيذها دون تردد وما تلتهوا بالأمور الثانوية وبرضو اللي عندهم بعض المشاكل العاطفية ما يتجه لتنفيذ وصرف لفلوس هرب من الواقع برج الدلو بالنسبة لما أوليد برج الدلو طبعا بيتراكم العمل لديكم ما زالت الأمور إلها علاقة بالعمل والصحة انتبهوا لأعمالكم ما تتغيبوا خلوا علاقاتكم مع زملائكم ممتازة انتبهوا لصحتكم من بعض التقلبات طاقتكم ضعيفة وخصوصا أن القمر بيتجه مقابلكم بيسحب من الطاقة فبدكوا تنتبهوا لصحة بشكل كبير في ساعات الصباح القمر بنتقل للبيت السابع فهنا بصير التركيز على تعزيز الشراكة وشركاء المال شركاء العاطفة مع الأحبة مع الأزواج أهم شيء تكونوا أكثر تفاهما لوجهة نظرهم وحاذروا اليوم من الخلافات وما تضخموا الأمور أنتوا الأكثر ضعفا وبرضو أي مشكلة ممكن تكون مش لصالحك برج الحود ابتشتد رغبتكم في التقرب من أحبائكم تكونوا تعزيز العلاقة معهم من الآن لغاية ساعات الصباح ولكن حاولوا أنكوا ما تفرضوا سلطتكم وسيطرتكم على الأحباء وما توجه لهم انتقادات ما تتحكموا فيهم حاولوا تفاهم وجهة نظرهم وما تبلغوا بطلباتكم منهم ما زال في بعض الأمور الإيجابية لغاية ساعات الصباح أما من ساعات الصباح بدكوا تنتبهوا لصحتكم أكثر لأنه بيبدأ العمل بتراكم أكثر من المعتاد وبتجدوا صعوبة في إنجاز الكثير من أعمالكم وبرضو بعض التقلبات الصحية وممكن يصير خلاف ما بينك وبين يعني زملائك بالعمل أو أحد زملائك بالعمل بسبب ما هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء